بتصل آلاف الرسائل وربنا شاهد إن كلمة آلاف الرسائل هي كلمة متوهبة تجدت أجمع على إنك قول للناس تنزي حدد معاك اجمع وأكلم حضرتك بمنتهى الصراحة والوضوح أتمنى إن يكون ذلك شوف حضرتك بفضل الله حملة الطمن أنت مش لوحدك مكملة حتى تصل إلى الهدف المنشود لهذا الشعب فهي حملة الشعب ومن أجل هذا بدأت لبث الاطمقنان في قلوب الناس وعشان الناس تتأكد إنهم الأغلبية الصاحقة في هذه البلاد وإنه نبدأ نخرج من الثبات الكامل للحركة عشان نطور الحركة والحركة بركة وآخر هنزول فلا أي زوال لهذه الغمة التي تحيط بالبلاد إلا بالنزول للشعر ومن أجل هذه الأهداف في حملة الطمن أنت مش لوحدك ومعايا أخويا ورفيق الدربة محمد ناصر بكل حب وترحاب أول لحظة تبنينا باطل وقلنا إن هي جزء من الحملة لكي تكون باطل هدف الاجتماع القوى السياسية لأن من غير اجتماع القوى السياسية من غير خريطة واضحة للناس أي حاجة يبقى اسموعة بس والناس اللي في حملة باطل بذلوا مجهودات رهيبة ومعاهم سياسيين كل عشان يتم توحيد الصف على كلمة واحدة كل طلبنا كل أمنيتنا كان من السياسيين طواقف والأحزاب والاتجاهات والرموز إن يجتمعوا على كلمة واحدة لإلا مقاطعة كاملة بوضوح تتصدر كعنوان للعالم ليكون لها ما بعدها وإما نزول كاسح من الجميع لا قدروا يتفقوا على ده ولا ده وكل طرف ليه أسبابه المحترمة وعلى فكرة من أول بداية الثورة وكل طرف عنده أسبابه المحترمة ده مش مجاملة حقيقة يعني لكن من غير اتفاق يبقوا حنانيكم حنانيكم فنفسنا مليئة فوق ما تتخيلوا من غير اتفاق تروح للإخوان يقولك أنا أصلا مش معترف بالحكاية استفتاء إيه وبتاع إيه وهو على حق هتدي له شرعية ده كل المشهد ده انقلابي وباطل تمام تروح لللي عايزين ينزله يقولك ما احنا جربنا المقاطعة مرات ومرات والناس تنزل وتعمل وهيختلف الوضع وهو كلام أيضا محترم يا جماعة ما انت يجب تلتقوا في نقطة وسطة بين الحاجتين عشان نتفق على مشروع نقدمه للناس تنزل على أساسه لأن بكل الوضوح وبقولها للمرة الأولى بعد ست سنوات من الانقلاب حكاية أن ترك الأمر للشعب للناس تخرج وبعدين نترك الأمر للشعب يختار ده كلام رائع جدا لكن في تقديرنا المتواضع اللي انت تقدر ترميه في أقرب قمامة لو حبيت فهو ليس ملزم إلا لأنفسنا نفسنا شخصية تماما كلام ننسيب للشعب من غير ما تقوله خريطة ده كلام نظري لا يمط للواقع بصلة الناس عايزة واحد اتنين تلات اربعة خمس وضع واضح لكي يلتف عليه أكبر قدر ممكن المشاكل معروفة والقصة معروفة واللي بنقوله لإخواتنا في السودان مخلصين أولى بينا بنقوله لأنفسنا في الأساس اللي هو اتفاق كامل لا حل للمشكلة والمصيبة اللي واقع فيها مصر من غير الإسلاميين وفي القلب منهم الإخوان والإخوان ما يدروش يحلوا مشكلة مصر الوحدي عجبوا عجبوا اللي ما عجبوش على دماغنا أنا بقولك الخلاصة والتي لا تلزم أحد غيرنا مش أنت عايز الكلام الحقيقي من غير برنامج واضح للجميع يتفق عليه الجميع فيهوش إقصاء لحد ويقف في النص حلول وسط بين الاتنين الناس مطالب إزاي نقول للناس تنزل لأن إحنا بفضل الله بفضل الله بفضل الله بفضل الله ولا أحد غيره يمتلك الفضل عارفين إحنا نقولنا ستستجيب قطعات تقدرها إيه دي بقى بتاعت ربنا فنبقى بنضح بيهم خريطة فين الخريطة بقولك من أول ثانية باطل على رأسنا على أساس أن باطل هتلم من الناس كلها وبوضل مجهود جبار جبار حقيقة كل الناس لكن ما وصلوش لاتفاقه لعرفوا يتفقوا على دي ولا دي تعمل إيه إنت بقى لماذا تحملوننا ما لا نطيق يعني نعمل إيه إحنا خدمين أي حاجة تشيل الغمة تخرج عشرات الآلاف وتعيد الكرامة والحرية لهذه البلاد خدمين بمعنى كلمة خدمين الأرض لا تسمح بالفراغ هذه الأرض لا تسمح بالفراغ الناس مستنية وضوح في الخطاب لتعقد النية مخلصة ما بقاش فيه حاجة يبكي عليها أي حد الناس وصلت لمرحلة غير طبيعية منتظر اتفاق عارفين الأزمات فين وفين الأماكن الدمل اللي متدس عليه واحد اتنين تلاتة اربعة بوضوح الناس عايزة وضوح حتة أصل بكرة والناس نسيب للشعب والشعب بعد بقى ما يقوم بثورته وأصل هنبقى يقرر ده كلام نظري رائع جدا 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 لكن للأسف أصدقاء الكلام النظري ما يأكلش ما يجيبش عيال ما يجيبش نجاح للثورات الوحدة ثم الوحدة ثم الوحدة عشان نتفق على ورقة لازم ده يتنازل ولازم ده يتنازل نصل الاتفاق وسط ما حدش هيقدر يقول شوف فيه ما أعتقدش إنك شفتني كثير أتكلم بهذا الوضوح ما حدش هيقدر يقول الإخوان برا أصل عمله وإحنا هنعمله أنا آسف هذا الكلام عبث شوف المنطقة كلها ابن زايد وابن سلمان والسيسي معاهم الصهينة أحقر معاهم إيه؟ على رأسهم الصهينة أحقر حاجة عملت في التاريخ على جماعة عملت في الإخوان ولم يستطيعوا القضاء على الإخوان وما زال الإخوان هو الرقم الصعب رقم الصعب بقى مهبب استخدامه كان سيء أدى الدور بسوء كل دا تمام ما فيهوش نقاش لكن من غير اتفاق لن يصل أحد إلى شيء طيب الإخوان بقى على إنه الرقم الصعب يستطيع أن ينهي بنفسه ولو بعد مئة سنة لن يستطيع هذا المشهد يحتاج للتفاني والتنازل والوصول إلى كلمة سواء من الجميع على قدر هذه اللحظة من غير هذا الاتفاق بأنتم بتحملون ما لا نطيق وقدر كل هذه الرسائل وعملنا بفضل الله وتوفيق الخطوة الأصعب وأثبتنا للقاصي والداني أن الملايين في هذه البلاد ينتظرون الإشارة وعشرات الألاف تنتظر الفرق من الأسرى في سجون هذا الانقلاب وإلى الآن فنحن جميعا لا أستثني مننا أحدا مهما فعلنا ومهما قدمنا فنحن نخذل هؤلاء نخذلهم بكل معنى الكلمة شعرات بقى من عينة ربنا ينصر الدكتور مرسو ويفك أسره شعر رائح ربنا يخرج البتاعة ماذا قدمت لهؤلاء على الأرض فعلا إيه اللي تقدم لكي يتم هذا الخروج ربنا قلنا الأسباب الأخذ بالأسباب دعاء ركن أصيل في حياتنا ولا أحد يستهين بالدعاء لكن الفعل هزي إليك بجلد عنك ستينة مريم ستينة مريم اللي هي حملة من غير راجل معجزة ربانية لكن لما جي الأكل لما جي الأداء لازم تهز النخلة لازم تهز النخلة ادخلوا عليهم الباب لازم تعمل حاجة طب الحاجة اللي تتعمل إيه نتوحد ونوقن ونستوعب الدروس إن الحكاية لن تستمر بهذا الشكل والأرض لا تسمح بالفراغ والأرض لا تسمح بالفراغ وهذا الفراغ يجب أن يملأ حملة الطمم أنت مش لوحدك مكملة حتى النصر بإذن الله والنصر أنا على يقيم منه زي ما بكلمكم فنطفق جميعا على كلمة سواء وعندها يكون النزول اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد اللهم فاشهد